بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهيمام أحيى المركز النفسي البداغوجي بمثليل بولاية غردايا هذه المناسبة بنشاطات متعددة ومختلفة للأطفال تخلى لها حفل تزينه الأعنام الفلسطينية واحتفالا بهذه المناسبة قمنا بعدة نشاطات للأطفال بأنها نشاطات ترفيهية تعليمية تربوية وكذا رياضية ومنهم أيضا قمنا بنشر أعمال الأطفال التي قاموا بها وذلك من أحد أهداف المركز النفسي البداغوجي ألا وهو الدمج المهني حاليا نرى عدنا مشاريع ليدخل من خلالها الطفل ويمارس حياته العادية من ضمنها هذا المشكلة اليوم كما راكم تلاحظوا وكاين مزرعة نموذجية حقيقية فيها أنواع الشجار التركيز على دمج هذه الفئة في المجتمع هدف تعمل عليه إدارة المركز رفقة كل الفاعلين نصير في طرد إدماج الأطفال مع الوسط العادي والموسط المدرسي كنا في هذا المسار نمشو فيه إن شاء الله الحمد لله اليوم فرحنا الدراري وشاركنا فرحتهم ومن هذا المنبر إن شاء الله نتمنى أنه كل عام وهما سعادة وحنا الحمد لله لنا في هذا الوقت لنا الخدمة لهذا الدراري نشكر هذا المركز على ابني واني فرحانة قدر ابني وعلى فلسطين تجيع للفلسطين نحن ضامنين معا إن شاء الله ونشكر المعلمين المعلمين للمركز اليوم العالمي لذوي الهمم فرصة لإسعاد هذه الفئة وإدخال الفرحة على قلوب هؤلاء الباراء ترجمة نانسي قنقر